بيقول لي ايه قدامك دلوقتي تحليل لنموذج استقصائي فيقول لي اجري استقصاء يعني اجري استقصاء يعني اعمل استقصاء زي اللي احنا قرناه مع بعض لجمع معلومات عن انواع النباتات المفضل زراعتها في فناء المدرسة يعني هتعمل استقصاء عن انواع النباتات اللي بيفضل ان احنا نزرعها في فناء المدرسة بمساعدة المعلم حضرتك هتعمل استقصاء مستعيناً بقدامك التحليل اللي موجود قدامك في الصفحة رقم 58 في التحليل اللي موجود إيه؟ زي ما اتفقنا إن أي نموذج استقصائي لأجزاء مقدمة بعد كده أسئلة شخصية بعد كده أسئلة الاستقصاء آخر حاجة الخاتمة وهي دي الأجزاء اللي موجودة قدامي فبيقولك كده في المقدمة الشكر على حل الأسئلة شكراً لك أنك هتساعدنا في إجابة الأسئلة اللي هتساعدنا في اختيار الأنواع المفضلة من النباتات اللي زراعتها في فنائي المدرسة بعد كده جمع المعلومات عن أنواع النباتات وفائدها والحفاظ عليها بعد كده بينتقل لنقطة أخرى وهي الأسئلة الشخصية فالاسم والنوع زكرا أو أنسة والعمر أو السن بعد كده بيتكلم عن أسئلة الاستقصاء عن النباتات دي فبيبتدي يجيب لي زراعة شجيرات الزينة الأشجار بتاعت الزينة ولا نباتات الزينة ولا زراعة خضروات ولا زراعة أشجار فاكهة بعد كده بيقولك طيب هل تلميز مسؤول عن الحديقة كل شهر ولا تلميز واحد طيلة العام يعني يبقى تلميز واحد مسؤول طول السنة ولا كل شهر نبدلها يبقى فيه تلميز مختلف طيب اشراف المعلم دائما ولا معرفة الآفات الضرة معرفة الحشرات الضرة طرائق علاج أو طرق علاج الآفات والحشرات كل دي أسئلة في الاستقصاء هتجاوب عليها دائما أو أحيانا أو أبدا آخر حاجة الخاتمة وبتكون عبارة عن شكر هتشكر الشخص اللي عملت معا الاستقصاء ده على وقته وتذكر أهمية الإجابات دي في أنها تساعدنا في اختيار أنواع النباتات المختلفة وتنظيم طريقة رعاية هذه النباتات طوال العام شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الآن